ازاي تقدر تغير شكل الايفون بتاعك وتغير شكل الهوم سكرين للشكل ده ومن غير ما تستخدم جيل بريك تابع معاها الشرح اول حاجة هتحمل البرنامج اللي ظاهر قدامك على الشاشة واللي هتلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف وفي اول تعليق مسبت بعد كده هتروح لاخر صفحة عندك وتضغط ضغطة مطولة بالشكل ده وبعدين تروح للصفحة الفاضية دي وتاخد سكرينشوت بعد كده هتروح تفتح البرنامج اللي انت لسه منزله وتضغط على النقطة الصغيرة اللي فوق دي وتختار اول اختيار اللي هو ترانسبيرانت باكجراوند هيزهر معاك بالشكل ده وهيطلب منك تضيف صورتين هتضغط هنا وتضيف الصورة اللي اخدناها سكرينشوت من شوية وهنا هنضيف نفس الصورة وهنرجع تاني لوجهة البرنامج الرئيسية هتلاقي عندك 4 اختيارات هتضغط على لرج وبعدين تضغط على قد من هنا هيفتح لك الصفحة دي هتختار الودجت اللي انت عايزه وهتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده هتضغط على اي علامة بلص من العلامات الموجودة وتختار التطبيق اللي انت عايزه يظهر مكان العلامة العلامات مزهرة عشان الباكجراوند بيضة فهتقدر تغيرها من تحت من هنا فانا هخليها سودة عشان اشوف العلامات وبعدين اختار التطبيق التاني ولو في تطبيق مش موجود في التطبيقات اللي تحت دي تقدر تعمل عليه سرش من هنا وتبدأ تكمل باقي التطبيقات بالشكل ده لحد ما تخلصهم وبعدين هتضغط على save من هنا هيطلب منك تتفرج على فيديو عشان تقدر تحفظ الوجت عندك وبعد ما الاعلان انتهى هتلاقي الوجت تحفظ عندك بكل سهولة بعد كده هتخرج من التطبيق وفي اي مكان فاضي هتضغط ضغطة مطولة وتضغط على علامة البلاص من هنا وتختار البرنامج اللي احنا حملناه وتختار حجم الايكونة وتخليه large وبعدين تضغط على add widget هنروح ندوس دوسة مطولة على الوجت ونختار edit widget وتختار اول واحدة وبعد كده هتختار الوجت اللي احنا عملناه وتفعل الاختيار ده واخر اختيار هيسألك انت عايز مكان الوجت فين في الشاشة من فوق ولا من تحت فان هسيبه من فوق زي ما هو وبعدين هاخره وبكده هتلاقي الوجت ظهر معك بالشكل ده وبكل التطبيقات اللي انت اخترتها ولو عندك اي استفسار اكتبه في comment وانا هرد عليك وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو الفيديو عجبك وده حساباتي على السوشيال ميديا لو حاببت تتابعني هناك شكرا